أول برنامج اللي قدمت كان واحد البرنامج اللي هو صباحي على واحد القناة مغربية خاصة اسمي تصبح كومبروك كان واحد البرنامج اللي كانت تدفو فيه مجموعة من الأخصائيين كانت تكلمة من مجموعة هذه المشاكل اللي كيتعرضوا لها يعني كيتعرضوا لها ولدتنا كانت تعرضوا لها احنا مشاكل نفسية مشاكل صحية وكذلك حتى قانونية كانت تدفو يعني ضيوف من جميع المجالات مبتلين مغنيين فنانين تشكيليين وهذا التجربة زوينة بزاف لأنها غنية وكتخلينا حتى حنايا نستفدوا بزاف وبرنامج التاني كانت تجربة ديال الاعداد اللي اشتغلت فيها مع ايكو قدرت الاعداد ديال برنامج دياله اللي هو الايكول ديفان في الموسم دياله الأول اللي كانت تعرضني على القناة التانية وتجربة زوينة لأن حتى هو كان عندي فيها مع الوليدات الصغار ودائما الاشتغال مع الوليدات الصغار كيكون عندي عنده واحد بالمتعة وفيه واحد الحلوة سبيسيال إن شاء الله غادي يكون عندي برنامج على القناة الأولى اللي احتهوا كي يهتم بالوليدات الصغار وغايكون برنامج اكتشاف المواهب في الغناء الرقص العسف على أهلات موسيقية دائما الوليدات من 9 سنين للـ 14 سنة وهذا المرة هذي غادي يكون في تقديم هو برنامج جديد على جميع المستويات لا على مستوى ديال ديكور الانتاج المواهب كيفاش غادي نشتغلوا معاهم لجنة التحكيم يعني الكونسبت جديد كانت عندي تجربة في رمضان اللي فات وهذا المرة كانت مع القناة الأولى في البيوت أسرار وكانت مع مجموعة من الممثلين يعني المخضرامين في حل بعدي في حل ساعد باي ومجموعة أخرى وكان عندي واحد الدور اللي حتى هو بعيد كل البعد على الشخصية ديالي كان دور ديال واحد نصابة اللي أكيد استمتعت بزاف بتجزيد ديالو اللي دو كان نرتاح فيهم يعني فاش كانكون كمقدمة برامج كانكون استمتعة كانستافد أكتر دائما ما كانكونش كمقدمة وإنما كانت تراسي في بلاست يعني المشاهد كانستافد كان نطرح الأسئلة اللي المشاهد كيبغي يطرحها كان بغي ناخد شيء معلومات اللي أكيد المشاهد كيبغي يتعرف عليها أما بالنسبة للتمثيل فأنا كانستمتع أكتر بتجزيد بعض الشخصيات اللي كيكونوا بعاد كل البعد على الشخصيات ديالي اللي أكيد ما غيمكن ليش نتعامل بهم كل يوم في بعض المرات مثلا غنكون غير مع السبا ولكن ما كتقدرش تخرجي ذاك ناكولاغ ديال قدام الناس لأنكي أم لأنكي عندك ليدات لأنكي سيدة بزاف ديال كتردي البال بزاف ديال الأمر وإنما في التمثيل كتستمتعي كتعيشي هذا الدور كتخرجي قاعدة الطاقة السلبية اللي عندك وكتنطلقي ممكن شحال هادي وهذا اللي خلاني أنني ما مشيتش بعيد في التمثيل ولكن آخر مرة فاشتلقت مع المخرج منصف نزهي وبدكي يهدر لي على هاد الشخصيات هادي سيفغيك في الوهلة الأولى فاش كاتشو فيها كتبال كوي سيفغيك اللي ميني لباس علاقته ولكن هادك التحول اللي غيكون فوس الفيلم وفلاخر ديال الفيلم كيعطيني مساحة أكتر وكيخرجني من هاد الخانة هادي وكنتن حتى في المسلسل اللي اشتغلت فيه في العام اللي فات فرمضان حتى هو كان نفس الشي يعني خرجتش على ذاك الإطار اللي كانوا حسريني فيه المخرجين ولي ما قدرتش نمشي فيه بعيد